موسيقى مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الظاهرة من الميادين التي تتضمن مجددا نافذة من تونس حول ما بعد استحقاق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وذلك مع مفادنا إلى هناك الزميل عبد الرحمن عز الدين ولكن البداية مع العنوين موسيقى بومبيو يرى أن الهجوم على أرامك السعودية عمل حربي وضريف يرد أي عمل عسكري ضد إيران سيفجر حربا شاملة أخطر عمل عدائي لأنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك وزير الدفاع اللبناني يؤكد أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت في مهمة عدائية في الضحية الجنوبية ويقول لن نتهاون مع أي عميل أذى اللبنانيين بمن فيهم المقاومون موسيقى عشرات الإصابات في صفوف فلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في رمالة والخليل بعد فقدانه الأمل بالفوز نتنياهو يدعو منافسه بني جانس إلى تأليف حكومة وحدة ولقاء في أسرع وقت ويلمح لقبوله التنوبة معه موسيقى القضاء التونسي يجدد رفضه إطلاق سراح المرشح الفائز نبيل القروي والأخير يتاهم النهضة باقتفاء نهج الشاهد وبالسعي لإبقائه خلف القضبان موسيقى وفي الظاهرة أيضا أكثر من مئتي قتيل وجريح في هجومين أحدهما استهدف مستشفى في جنوب أفغانستان وشرقها موسيقى من جديد أهلا بكم إلى الظاهرة ونبدأها مع مواصلة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثاته في الإمارات بإطار جولة خالجية في عقب هجمات أرامكو التي وصفها بأنها عمل حربي وعقد محادثات معولية عهد أبوظبي محمد بن زايد النهيان بومبيو كان قد وصل إلى الإمارات آتيا من الرياض حيث عقد محادثات معولية العهد محمد بن سلمان وأكد دعم بلاده أمن السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية على حد تعبيره هذه المواقف رد عليها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف وقال في مقابلة مع شبكة تاسيان أن الأمريكية أن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لإيران سيفجر حربا شاملة وقال أن إيران لا تريد حربا ولا الدخول في مواجهة عسكرية لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن أرضها ضريف أضاف في تغريدات نشرها على حسابه على موقع تويتر أن أعضاء فريق باء وشركاءهم يسعون إلى خداع ترامب وجره إلى حرب مشيرا إلى أنه من مصلحة هؤلاء أن لا يتحقق ما يريدون وأضاف ضريف أنهم ما زالوا يدفعون ثمن حرب اليمن التي امتنعوا قبل أربع سنوات عن إيقافها بسبب تكبرهم ضريف نشر فيديو لبومبيو قال فيه أن الأخير كان يكذب ويغش عندما كان مديرا للسي اي اي وتوجه إليه بالقول أن العادات القديمة تترك بصعوبة وفي ظل هذه المواقف تعيش منطقة الخليج مستوى عاليا من التوتر إثر استهداف منشآت النفط السعودية منذ أيام التصعيد الكلامي بين جميع الأطراف يتزايد فيما تبدو التحركات حتى الآن ديبلوماسية وسياسية فهل تنجح مساعي رياض لوضع إيران في دائرة الاتهام واستدراج رد عسكري غربي أو أمريكي عليها؟ الإجابة في التقرير التالي لهبا محمود كما سارع إلى اتهام إيران بالهجوم على منشآت النفط السعودية فور حدوثه لم يتأخر الوزير الأمريكي في الطيران إلى السعودية ومن بعدها إلى الإمارات تحت عنوان بحث سبولي الرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بوبيو قال إنه يقدر ويثمن أعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات المشاركة في حماية الممرات المائية فأبو ظبي قرارت الانضمام أيضا إلى هذا التحالف هذا يعني واشنطن جدا فهي مهتمة بوجود عربي سخيا ماليا ومتجاوب سياسيا في تحالف دوليا غربي تكون إسرائيل جزءا منه وإيران غريمه المباشر يلوح بوبيو بخيار الحرب هذا الخيار يناسب السعودية التي تعمل على توسيع دائرة المؤيدين لاتهام إيران وتخذ رد فعل ضدها وها هي فرنسا تقول بلسان وزير خارجيتها إن رواية اليمنيين بشأن مسؤوليتهم عن الهجوم أمر غير قابل للتصديق تقرأ طهران ما يجري جيدا ويقول وزير الخارجية الإيراني إن من مصلحة الساعين لجري ترامب إلى الحرب أدعاء لكي لا يتحقق ما يريدون فالحرب لن تكون في مصلحة أحد في الواقع إن خيار الحرب ليس أمرا هينا إذ على أمريكا أن تقلب المعادلة المعتادة لديها بجعل الآخرين يقومون بحروبها وتشن هي حربا بالوكالة عن الرياض هذا عدا عن أن ثغرة كبرى كشفها الهجوم وهي المستوى المتدني للسعودية في حماية منشآتها الحيوية استشعر فونفيو هذا الخلل وقال مبررا إياه أفضل المنظومات الدفاعية في العالم تفشل أحيانا والآن ينضم إلينا من تهران مرسل الميادينة مالكة عابدة برصد لآخر المواقف الإيرانية خصوصا بعد التصعيد السعودي والأمريكي يبدو أنه قبل أيضا مالك بتصعيد إيراني واضح من كلام الوزير ضريف هل يمكن القول بهذا الإطار بأن إيران تضع كل الاحتمالات أمامها الآن نعم وفا حياك الله يعني لاحظنا خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا كلاميا وتصريحات متتالية لوزير الخارجية الإيران محمد جواب ضريف والذي وجه معظم وجول كلامه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال أمس بأن هذه العمليات عملية استهداف منشآت أرامكو تبدو عمل من الأعمال العسكرية خطبه ضريف وقال له هل هذا العمل بالفعل هو عمل من الأعمال العسكري أم تحريض على الحرب ضريف حذر من أن ما تبقى أو من تبقى من فريق الباءات يسعون إلى جر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حرب مع إيران وقال بأن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات خلال حديثه وخلال تصريحاته في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية اليوم تبدو الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتباعا لتصريحات المسؤولين وآخرها التصريحات وزير الخارجي بأنه مستعدة لجميع الاحتمالات ومن بينها التصعيد العسكري فكلام وزير الخارجي اليوم واضح وصريح ولا يحتاج إلى إثنان للنقاش حوله بأنه إذا تم ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل السعودية فإن حربا شاملة سوف تندلع وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي هذه التصريحات هي ليست الأولى لهذا اليوم فأيضا وزير قائد حرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي أيضا قال بأن القوة التي وصلت إليها إيران هذه الحالة من القوة أجبرت الأعداء على كيل الاتهامات زورا لإيران وأن إيران يوما بعد يوم تزداد قوة وتزداد علوة ورفعة وكرامة وأن أعداءها يزددون ذلا أما بعض أعضاء مجلس الشورى فقد رأوا بأن هذه الاتهامات كيل الاتهامات لإيران لا يدل إلا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تريد الاختباء وراء إصبعها شكرا جزيلا على كل هذا الرصد للمواقف الإيرانية البارزة منذ الأمس حتى اليوم الزميل المالك عابدة كنت معنا من طهران مرسل الميادين وكان المؤتمر الصحفي قد حمل للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية حمل جملة من التناقضات في توجيه اتهامات فقدت أدلة حقيقية تثبت وقوف إيران خلف الهجوم على شركة أرامكو أهلا بكم لم يخرج المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية ترك المالك عن المتوقع وجه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف خلف الهجمات على شركة أرامكو في بجيغ وخريس لكن دون أن يرد دليلا يؤكد اتهامته افتقد المالك الدليل فأجاب الصحفيين السائلين عن معطيات الاتهام الموجهة إلى طهران بقوله أعتقد أننا سنحدد نقطة الهجوم كما قال أنا أؤمن بأننا سنحدد نقطة هذا الهجوم الإرهاب نقطة إطلاع هذا الجميع هل تتوقع أنها من إيران أنا متأكد أننا سنحددها ونحن نعمل ومن كان مسؤولا عنها افتقد الدليل واعتمد التوقع والحد وترافق مع تنقض التصريحات مع الجغرافيا والمسافة التي قطعتها الطائرات المسيرة والصواريخ عندما قال سيتحمل الكارس قدرة للطائرات المسيرة هي 1200 كيلومتر وبالنسبة لصواريخ كروز هي تقريبا 700 كيلومتر ونحن نعلم من التحليف ما ذكرنا أن تم مهاجمة خريس بصواريخ كروز وعندنا عدة أسلحة قد هاجمت خريس صواريخ كروز من المستحيلة تكون قد نشأت من اليمن كما شاهدتم هذا الكلام للمالكي يتناقض مع الجغرافيا فالمسافة الفاصلة بين البجيغ والحدود اليمنية تقارب الألف كيلومتر ولعل هذه المسافة تبرر أيضا سبب عدم وصول صواريخ الكروز ذات المدى 700 كيلومتر إلى أهدافها في بجيغ وخريس كما قال المالكي الاتهماة الإيران تذهب ربما إلى تبرير فشل الدفاعات السعودية في التصدي للمسيرات اليمنية متنسية أن حدود المملكة من جهة إيران محاطة بقواعد أمريكية تنتشر في الخليج ابتداء من قاعدة الجفير في البحرين إلى قاعدة العديد في قطر ما يجعل إمكانية تجاوز المسيرات لهذه المنطقة أمرا محفوفا بالكثير من المخاطر وقابلا للرصد الدقيق من جهتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنل الأمريكية أن السعودية تواصلت مع شركاء دوليين ومنهم العراق في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة أرامكو ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين قولهما أن السعودية لجأت إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سوم بطلب تزويدها بعشرين مليون برميل من النفط الخام بغيتا دعم مصفها الداخلية وكذلك نقلت الصحيفة عن سماسر للنفط قولهم أن السعودية بعد الهجوم اضطرت بهدف دعم سمعتها كمصدر موثوق به للنفط على مستوى العالم إلى دعم صادراتها على حساب النفط المخصص لتلبية احتياجاتها الداخلية إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده تحاول التدخل لمنع الحرب في المنطقة عبد المهدي في تصريحات له قبيل توجهه إلى الصين التي وصلها اليوم قال أن العراق لا يمكن أن يكون أداة للعدوان على دول الجوار مشيرا إلى أن بلاده لديها تأكيدات أن الصواريخ التي سقطت على منشآت النفطية السعودية لم تنطلق منها العراق أصدر بيعا رسمي أنه لا شيء ينطلق من أراضي وهذا موقف دستوري أن العراق لا يمكن أن يكون مستقرا أو أداة للعدوان على أي بلد مجاور سواء كان السعودية أو إيران أو تركيا أو أي بلد مجاور هذا موقف دستوري لكن أيضا نحن حصلنا على إثباتات أو تصريحات من الأطراف الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في مكالمتي الأخيرة مع بومبيو وسيل الخارجي الأمريكي قال نحن متأكدون معلوماتنا كلها تشير لأن هذه الصواريخ لم تنطلق من العراق عبد المهدي رأى في مقابلته مع أربع وسائل إعلام عراقية أنه إذا أصبح العراق ساحة حرب فأن المنطقة ستشتعل داعيا الجميع إلى الحوار وإذا أصبح العراق إذا أصبح العراق ساحة حرب فالمنطقة حقيقة ستشتعل كلها بل قد يشتعل العالم يعني العراق شيء آخر العراق شيء آخر إذا انطلق نفس العوامل التي جعلت من العراق قوة لكي يكون دولة حل ممكن أن يصبح ساحة صراع كبيرة وإذا حصل في العراق ساحة صراع كبيرة أي دولة مجاورة الخليج كي يكون إيران، تركيا، سوريا العالم الغربي كي يكون كله سيكون عرضة للإشتعال رئيس الوزراء العراقي كان قد أصدر أمرا بإعادة تأليف قيادة العمليات المشتركة في خطوة تحمل في طياتها سعيا حكوميا إلى إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن الصراع السياسي وفق محللين تقرير عبدالله بتران هو التذكير بالقرارات السابقة لأهداف اللاحقة هكذا يرصد الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة فالأمر الديواني شمل كل القطاعات العسكرية والأمنية ووجه كل التشكيلات في آخره لا تعين ولا نقل ولا تدوير في أي قطعة أو وزارة أو تشكيل أو هيئة إلا بموافقته حصرا بهذا الإطار أعاد عبد المهدي ترتيب أوراق المؤسسة العسكرية على الأقل لما يريده تطابقا مع سياسة خارجية عنوانها النأي بالنفس قرارات مدروسة وتمثل رؤية القائد العام للقوات المسلحة لتنظيم إدارة القوات المسلحة لمواجهة تهديدات جديدة مع معدن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي أمر إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة قيل نفيطياته رسائل متعددة الاتجاهات والرسالة الأهم فيه والمتلقي الأبرز هم المعنيون في هيئة الحجد الشعبي لكن الهيئة التي لطالما أكدت بأنها تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ومن يعنيهم الأمر فيها لها حلفاء داخل المؤسسة التشريعية ولدى فصائل المقاومة قيادة العامة القوات المسلحة تتعرض إلى ضغط كبير سواء داخلي أو خارج وخصوصا على المساوى الضغط الداخلي هناك أدوات وأصوات لا زالت للأسف الشديد تضغط باتجاه أن يكون تحرك القوات باتجاه مناطق محددة أو باتجاه عمليات محددة وبرغم التسريبات والهمس عن وجود خلافات وولادة أجنحات عسكرية داخل الحجد الشعبي فإن الحجد كهيئة عسكرية تشترك قطعاتها في عملية إرادة النصر الخامسة وقيادة الصف الأول فيها تتابع التطورات ولا يزال القرار الأول والأخير يصدر من قيادة العمليات المشتركة لا مكان لتصدع القرار العسكري والأمني هكذا يعاد التذكير عبر أمر عبد المهدي إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة أما مؤيدوه أنفسهم فيرون أن الأمر خاضع لضرورات الأنظمة تقابله خيارات الشعوب عبدالله بدران بغداد الميادين إلى لبنان حيث قال وزير الدفاع ليصبح صعب أن الخرق الإسرائيلي المتمثل بإرسال مسيارتين إسرائيلياتين فوق بيروت قبل نحو شهر يأتي بين مئات الانتهاكات للقرار 1701 وخلال مؤتمر صحفي أكد بصعب أن هذا الخرق هو الأول بمسيارات مصنعة عسكريا ولديها أهداف عدائية هيدا الخرق بالتحديد يعتبر الأخطر من وقت ما طلع الألف وسبعمية وواحد يعني من حرب تموز لليوم أخطر عمل عدائي لأنه مثل ما كلنا بنعرف واضح أنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك مع لبنان لأول مرة من شوف طائرات مسيرة محملة متفجرات بتقطع فوق المطار بتعرض الملاحة الجوية للطيران المدني للخطر وبتنفجر بشوارع مدينة بيروت وزير الدفاع اللبناني وخلال مؤتمره الصحفي أكد أن لبنان ليس هو المعتدي ومن حقه الدفاع عن نفسه وأشار إلى أن الجيش اللبناني لن يقصر في الرد على أي اعتداء على البلاد أول شيء الجيش اللبناني عنده قرار دائم للدفاع عن لبنان وعن أرض لبنان وأي وقت من الأوقات منشوف في أي هدف واضح للجيش اللبناني من العدو الإسرائيلي بالأراضي اللبنانية الجيش اللبناني عنده قرار واضح من زمان وهذا حق في الدفاع عن أرضنا ومش بحاجة مثل ما يقولوا أوقات أنه هل أعطي الجيش اللبناني هكذا تعليمات أبداً الجيش اللبناني عنده تعليمات دائمة وأكبر دليل على هذا الشيء من بعد هذه الحركة من بعد هذه الاعتداء شفنا طيارة مسيرة موقع للجيش اللبناني في الجنوب فأطلق النار عليها وهذا قرار واضح عند الجيش اللبناني فيما يتعلق بقضية العميل عامر فخوري الموقوف أكد أبو صعب أن القضاء له الكلمة الفصل في هذا الملف وأشدد على أن لبنان لن يردخ لأي ضغوط فيما يخص هذا الملف ولا يوم من الأيام لا نحن بالسياسة ولا الجيش اللبناني رح بيكون متهاون مع أي عميل قتل عزب كان له دور فعال بمشاركة العدو الإسرائيلي وميليشيا لحد بحق الجيش اللبناني أو المواطنين اللبنانيين أو المقاومين اللبنانيين ونبقى في لبنان حيث رفضت السفارة الأمريكية منح وزير الصحة جميل جبق تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وكان من المفترض أن يشارك الوزير جبق في مؤتمر لوزراء الصحة يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي يشارك فيها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون إلى فلسطين المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 23 فلسطينيا واقتحمت قوات الاحتلال مدنا متعددة في الضفة ولسيما رمالة حيث تصدى الشبان الفلسطينيون لاعتداءاتها في دوار المنارة ودوار الساعة وقرية كفر نعمة بعدما عمدت إلى إطلاق القنابل الغازية والصوتية للحيث تصدى الشبان الفلسطينيون اشتركوا في القناة وفي الخليل اصيب عشرات الفلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في مدينة حلحول وقد تصد الفلسطينيون لجنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص وقنابل الغاز لتفريق اهالي المدينة كذلك داهمت قوات الاحتلال حلحول لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمدية في المكان وفيما يتعلق بانتخابات الكنيسة وبعد فقدانه الأمل بفوزه أو بعودته إلى رئاسة الوزراء بعدما شغل هذا المنصب لثلاثة عشر عاما دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياه اليوم نفسه بني جانتس إلى أن يؤلفا معا حكومة وحدة ويعقدا لقاء بينهما في أسرع وقت الآن أنا أدعوك عضو الكنيسة بني جانتس بني علينا تأليف حكومة وحدة واسعة اليوم الشعب ينتظر منا نحن الاثنين أن نتحلى بالمسؤولية والتعاون لذا أنا أدعوك بني تعال لنجتمع اليوم في أي وقت من أجل تحريك هذه العملية التي هي أمر اليوم ممنوع علينا ولا يوجد سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة أنا ضد هذا الأمر أمر الساعة حكومة وحدة موسعة اليوم في المقابل نقلت وسائل علامة إسرائيلية عن مصادر في حزب أزرق أبيض وصفها اقتراح نتنياه الدعوة إلى حكومة وحدة بأنه ضجيج إعلامي وقالت هذه المصادر ننتظر النتائج النهائية لفرز الأصوات وحينها نبدأ بمفاوضات لتأليف حكومة وحدة برئاستنا نتائج فرز الأصوات في الانتخابات كانت قد أظهرت تعادل حزب اليوكود اليميني برئاسة نتنياهو مع منافسه بني جانس والآن ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم مساء الخير ناصر هل يمكن القول بأنه بدأ الابتزاز السياسي بالنسبة لجانس بمقابل التوسل لنتانياهو لتشكيل هذه حكومة الوحدة الوطنية بعد فشله بالفوض تحياتي وفاها في البداية لم يتغير على حياة الفلسطينيين شيء سواء نتانياهو أو سقط نتانياهو لا تزال اعتقالات كما شاهدنا في رمالة الخليل قدس كرة غرب القدس وشمال الضفة الغربية اعتقالات اطلاق نار اقتحامات وكل هذا يلمسه الفلسطينيون يوميا لذلك غالبية القيادات الفلسطينية من كل الفصال لا تعول بأنه شيء ملموس سيتغير على حياة الفلسطينيين فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية ونتائج الانتخابات بات واضحا أن أبيض أزرق 33 لكون 31 وبالتالي دخل نتانياهو في هستيريا حقيقية يتحدث كل عدة ساعات يكتب فكرة وهذا يدل أنه يفاوض نفسه لم يفاوضه أحد ويريد أن يبقى رئيسا للحكومة لذلك أبلغوه حتائر لبيت قال أنه يشبه باماي في الستينيات حين سقط لم يغير نفسه أراد أن يغير الإسرائيليين بأذى هناك حالة تندر واسعة جدا على موقع الاجتماعي على تصريحات نتانياهو هو لا يريد أن يعرف أو يعترف بأنه سقط في الانتخابات هو سقط في الانتخابات لكنه في حالة هستيرية لا يدرك ذلك شكرا جزيلا لك زميل ناصر لحم مدير مكتبنا من فلسطين المحتل كنت معنا من بيت الأحمد شكرا وفي هذه الأثناء تتوجه أنظر الإسرائيليين إلى رئيسهم رأوفين ريفلن الذي يملك بحسب القانون مفتاح تسمية عضو الكنيسة الذي سيكلف لتأليف الحكومة الجديدة فما هي الخيارات أمامه؟ الإجابة مع فاطمة قاسم أهلا بكم مع نشر نتائج غير نهائية للانتخابات الإسرائيلية بدأت الأحزاب اتصالات أولية في محاولة لتجنيد أكبر عدد لدعم مرشحها لرئاسة الحكومة في الأيام القريبة ستبدأ المشاورات بين الكتل والرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلن الذي سيقارر هوية المرشح الذي سيكلفه مهمة تأليف الحكومة وفق القانون المطلوب من الرئيس التشاور مع ممثلي الكتل في الكنيسة الجديد لكنه غير ملزب بقبول مواقفهم ولأنه لا توجد حاليا كتلة حاسمة من 61 عضو كنيسة يدعمون مرشحا ما ويملون هوية أول من يحظى بإمكانية تأليف حكومة فأمام الرئيس الإسرائيلي عدة خيارات أولا تكليف بن يمين نتانياهو إذا حظي بدعم غالبيات الكتل ومع أن نتانياهو ليست لديه في هذه المرحلة أغلبية لتأليف حكومة يمكن للرئيس رأوفين ريفلن تكليفه مع أمل أن ينجح في تأليف حكومة خلال المهلة الزمنية المحددة ثانيا إذا أعلن المستشار القضائي في خايمان دولبل تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهو فأن ريفلن قد يقرر تجاوز نتانياهو حتى لو حظي بدعم واسع نسبيا وسط كتل الكنيسة من أجل الحفاظ على استقرار الائتلاف وخشية أن يضطر نتانياهو إلى الاستقالة خلال مدة زمنية قصيرة ثالثا تكليف بن يجينتس من الممكن أن يكلفه ريفلن إذا تبين أن لرئيس أزرق أبيض فرصة معقولة لتجنيد دعم كاف لحكومة برئاسته رابعا تكليف أي عضو في الكنيسة فإن تكليف عضو في الكنيسة لم يعتبر إلى الآن مرشحا محتملا لرئاسة الحكومة يمكن أن يحل الأزمة الائتلافية ريفلن يمكن أن يقترح المنصب على رئيس الكنيسة يولي ألدشتاين أو عضو الكنيسة من الليكود جدعون ساعر لكن اقتراح المنصب على مرشح من الليكود يفرد تغييرات في قانون الحزب ريفلن يملك مفتاح التأليف ونتنياهو هو الآن رهن بموقف ريفلن وهو آخر مكان يريد أن يكون فيه فبينهما خصومة لا تنتهي نتنياهو فعل كل شيء كي يمنع ريفلن من الوصول إلى الرئاسة فهم سيفعل ريفلن الآن كل شيء كي يمنع نتنياهو من البقاء رئيسا للحكومة؟ الظاهرة مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل حزب طيار الكرامة المصري قد يجمد نشاطه السياسي من جديد أهلا بكم إلى الظهريرة التي نستأنفها من أفغانستان حيث أفدت وسائل الإعلام بمقتل ثلاثين مدنيا على الأقل وإصابة خمسة وأربعين آخرين في قصف جوي استدفى مدرية خوغياني شرق البلاد وفي جنوب أفغانستان ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع صباح اليوم إلى عشرين قتيلا ونحو خمسة وتسعين جريحا كما أشار مسؤول أفغاني إلى أن طالبان هي التي نفذت الهجوم على أحد المشافي في مدينة قيلات بولاية زابل جنوب البلاد في المنازل المحيطة كان الأطفال تحت أنقاض الجدران والنوافذ لقد أصيب معظم الناس بعد انهيار المنزل هذا ليس إلا قتلا للمسلمين والآن إلى تونس التي تتسارع فيها المواقف وتتضح فيها تحالفات مع اقتراب موعد الانتخابات التشعية والدور الثاني من الرئاسيات وحول آخر هذه التطورات ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن عز الدين من تونس مساء الخير عبد الرحمن مساء نور وفا مساء الخير عبد الرحمن جميعا لأجل الوطن أهلا بكم مشاهدين العزائل هذه النافذة التي نقدمها إليكم مباشرة من تونس ونقدم لكم فيها آخر التطورات فيما يخص الانتخابات الرئاسية التونسية والتشريعية بحسب ما ذكرت الزميلة وفا سرايا قال المرشح الفائز في الدور الأول للانتخابات الرئاسية نبيل القروي إن المعركة المقبلة ستكون معركة حاسمة بين محور إسلامي محافظ يمثله قيس سعيد والنهضة من جهة ومحور حدثي اجتماعي ليبرالي يمثله هو وحزب قلب تونس واتهم القروي الموقوف في سجن المرناقية في حوار أجرته معه لبوان المجلة الفرنسية لبوان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسعي إلى وضعه خلف القطبان ظنا منه أنه بإقصائه سينفتح أمامه الباب للدور الثاني وأضاف سيبدل الإسلاميون أو سيبدل الإسلاميون في النهضة كل شيء لإبقائه خلف القطبان حتى موعد الدور الثاني الحاسم وهو السادس من أكتوبر موعد الانتخابات التشريعية لا فتن إلى أنه في حال فوزه سيدفع بتونس نحو الاندماج في محيطها الجهوي والمغاربي والمتوسطي هذا ورفض القضاء التونسي طلبا جديدا للإفراج عن نبيل القروي وفق ما أفاد به أحد محاميه الذي قال إنه تقدم أمام قاضي التحقيق بطلب الإفراج عن القروي لكنه رفض اتخاذ قرار معتبران أن الأمر ليس من اختصاصه أفادت مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قناة الميادين بأنه لم يسجل يوم أمس تقديم أي طعن في النتائج الأولية للانتخابات للرئاسية في دورها الأول وكانت الهيئة قد دعت الراغبين في ممارسة حق الطعن أن يتقدموا به في أجل أقصاه اليوم التاسع عشر من أيلول سبتمبر من عام 2019 إلى الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية وللمزيد من التفاصيل المشاهدين حول آخر التطورات خاصة فيما يخص الطعون لأنه يبدو أن هناك تطور في هذا الملف وعن آخر أيضا المواقف والاستفافات فيما يخص الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية ينضم إلينا مراسل الميادين من العاصمة التونسية مراد الدالانسي إذن مراد سأبدأ معك من موضوع الطعون خاصة أننا أمام ساعات قليلة ويتم إغلاق الباب أمام هذه الطعون هل هناك من تطورات أو من طعون قد تم تقديمها إلى الهيئة العلية المستقلة للانتخابات فيما يخص الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى نعم عبد الرحمن منذ يوم أمس وخاصة منذ ساعات الصباح الأولى كل الأنظار تتجه إلى ما ستقوله المحكمة الإدارية أو إعلان أحد المرشحين تقديم أي طعن من الطعون في آخر اللحظات ومنذ قليل حسب مصادر إعلامية في انتظار التأكيد الرسمي يبدو أن المرشحة حاتم بولابيار المرشح المستقل وهو العضو السابق في مجلس شورى حركة النهضة قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بالتأكيد بعد قليل سنتأكد من هذا الأمر بشكل نهائي البارحة حاتم بولابيار عبر في تدوين له عن إمكانية أنه سيقدم طعن لدى المحكمة الإدارية يبدو أنه نفذ ما تحدث عنه ولكن عبد الرحمن حتى تكون الأمور واضحة حاتم بولابيار مثلا لم يتحصل على نسبة تذكر من الأصوات رغم ذلك تقدم بطعن وهو ما يؤكد ما ذهب إليها المراقبون منذ يوم أمس عند الحديث على أن أي طعن سيقدم فأنه سيكون لحسابات سياسية وليس لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات لأنه من المستبعد أن تتغير نتيجة الانتخابات ولكن هناك حسابات سياسية تتعلق خاصة بالمرشحة الثانية السيد نبيل القروي ربما نذهب هنا إلى بعض التحاليل التي ترى أن تقديم طعن يهدف إلى تأخير موعد الانتخابات خاصة إذا ما علمنا بما قالته هيئة الانتخابات بخصوص الموعد أنه في صورة عدم وجود تعون فأن يوم 29 سبتمبر أيلول سيكون هو موعد الدور الثاني وبالتالي أي طعن فإنه سيؤخر هذه الانتخابات ربما هناك أطراف ربما تريد كسب مزيد من الوقت لإمكانية الإفراج عن المرشحة الثاني نبيل القروي أو ربما لمحاولة الإفراج عنه حتى مؤقتاً ليخوض الحملة الانتخابية كما ذهب أحد القضاءات منذ قليل عندما طلب من المحكمة أو وزارة العادل محاولة الإفراج عن نبيل القروي حتى مؤقتاً لخوض الدور الثاني من الانتخابات وبالتالي في هذا الإطار وفي هذه الحسابات السياسية تتنزل هذا الطعن على الأقل أو أي طعون مقبلة هناك كذلك من الأحزاب من الأطراف السياسية من لا يريد أن تكون الانتخابات الرئاسية دور الثاني قبل الانتخابات التشعيع وبالتالي يريد أن يتم الطعن وثم الاستئناف حتى تكون الدور الثاني في الثالث عشر من أكتوبر هذا فيما يخص الطعون الذي يبدو أننا نسير إلى موعد السادس من أكتوبر وثلاث عشر من أكتوبر كموعد ثاني بالنسبة للأحزاب وموقفها من الدور الثاني أكثر من جهة وأكثر من حزب وأكثر من مرشح أعلنوا دعمهم للقيس سعيد الحزب الجمهوري الطيار الديمقراطي المرشح الصافي سعيد حركة الشعب عدت أحزاب حقيقة لطفي لمرايحي وأغلبها تحصل على مئات ألاف الأصوات ولكن في المقابل حركة النهضة مثلا رغم أن قياديها أعلنوا أنهم سيدعمون الخط الثوري حتى راشد الغنوشي قال أنه سيدعم الخط الثوري لكنه لم يسمي قيس سعيد بالاسم في مؤتمر الصحف مؤخرا قال أنه سيتخذ القرار خلال اجتماع مجلس شورى حركة النهضة كذلك حركة التحية تونس التي يترأسها يوسف الشاهد مع مراد سنتفصل أكثر في كل هذه التصريحات والمواقف أكثر في النشرة التونسية عند رأس السائعة أعتذر عن مقاطعتك مراد ولكن ذلك لديق الوقت إذا مشاهدين سنفصل أكثر للراغبين بالاطلاع على آخر الأجواء فيما يخص موضوع الانتخابات في تونس في شقيها الرئاسي والتشريعي نلتقيكم عند رأس الساعة الثانية بتوقيت تونس الرابع بتوقيت قدس الشريف شكرا جزيلا لك الزميل مراد الدلنسي مراسل أميادين مرشح الفائز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد وعلى صفحته في فيسبوك كتب الغنوشي أنه أجر اتصالا بسعيد مهنيا إياه ومتمنيا له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب وتجربته الديمقراطية الرائدة الاتحاد العام التونسي للشغل أكد وقوفه على نفس المسافة من المرشحين الفائزين قيس سعيد ونبيل القروي وقدم الاتحاد تانهيئته إلى كلا الفائزين في الدور الأول آملا بأن تدور المنافسة في الدور الثاني في ظروف طيبة تفضي إلى الاختيار الحر ودعم المسار الديمقراطي كما جدد الاتحاد في بيان أصدره إثر عقاد مكتبه التنفيذي التزامه بدعم المسار الديمقراطي وحرصه على الدعوة إلى النقاش البناء حول المضامين والبرامج لما ينفع التونسيات والتونسيين ويجيب عن انتظاراتهم وخاصة منها القضايا الاجتماعية والسيادية والأمنية في تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية قال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم إن حركة النهضة تضم الكثير من المرتزقة مضيفا أن فرض رفيق عبد السلام في مسؤوليات حساسة أثار غضبا داخل النهضة القيادة التنفيذية من حقنا جميعا من حقنا جميعا مش نحرجها فقط نحاسبها تقول لنا علاش عطلة الحملة نتعى الأستاذ عبد الفتاح علاش استماتت في تضيع الوقت في البداية باش ما نسميش مرشح لنا علاش بعد ما سمينا ومبعد ادعيته أنتم من اللي اقترحتوه علاش بعد ما عطيتوش لإمكانيات الحقيقية هذه الأسلة الحقيقية من جهته أعلن رئيس حركة تونس إلى الأمام عبد لبريكي عبر تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك عن استقالته من الأمانة العامة للحركة وأهنأ لبريكي الفائزين في الانتخابات الرئاسية متابعا ونظرا إلى النتائج التي حققتها حركة تونس إلى الأمام تقدمت باستقالتي إلى مجلس الأمانة وكان لبريكي قد حصل خلال الانتخابات الرئاسية على نسبة 0.17 ليحل في المركز الثاني والعشرين وإلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام هذه النافذة التي قدمناها إليكم مباشرة من تونس الموعد يتجدد عند رأس الساعة مع النشرة التونسية المفصلة أما الآن فننتقل وإياكم إلى استوديوهات الميادين والزميلة وفا سرايا إليك وفا سنكون بانتظاركم بطبيعة الحال الزميل عبد الرحمن عز الدين خصوصا وأنكم أشرتم إلى آخر التطورات المتسارعة فيما يتعلق بشكل الاستفافات بعد الدور الأول وهذه النتاج المفاجئة شكرا جزيلا لك زميلي عبد وأيضا لكل الفريق المتواجد هناك ومكتب تونس شكرا جزيلا لكم إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأمان بدفع الضمن فيا شعب تونس زال الضلام ولا حتى باشر فجر أضر وللحق والعدل جسر طويل فأي يعمروا أدواء الحضر فضموا الصفوف أسيلوا الفتن وضحوا جميعا لأجل الوطن ومن تونس إلى مصر حيث أعلن حزب تيار الكرامة الذي يقوده حمدين صباح احتمال تجميد نشاطه أو تجميده نشاطه السياسي في ظل ما وصفه بالمشهد العبثي في البلاد الحزب في بيان نشرة على صفحته على موقع فيسبوك قال أن المشهد في مصر لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحفظ على وحدة المصريين بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى بحسب البيان والآن ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة رئيس حزب تيار الكرامة الأستاذ محمد سامي مساء الخير أستاذ محمد يعني هل نحن أمام قرار نهائي بتجميد النشاط السياسي لتيار الكرامة وما هي الأسباب والدوافع بالنسبة لكم لا يوجد قرار نهائي بهذا الأمر هو تعبير عن مشاعر عدد من شباب الحزب اللي هو عنده مشاعر تقدر لكن قرار التجميد هذا ليس لرئيس الحزب ولا مكتبه السياسي هذا قرار يخص بالدرجة الأولى على المؤتمر العام لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار من الحزب بشكل تنظيمي عن التجميد شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سامي على الإضاحة لهذا الموقف لتيار الكرامة رئيس حزب تيار الكرامة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك والآن إلى المجهز الاقتصادي في الظاهرة مع الزميل عبد الله ظاهر مساء الخير عبد الله يبدو أن القرار نهائي بلبنان فيما يتعلق بتصفية جمال ترستبانك خصوصا بعض العقوبات الأمريكية وإدراجه على إحذرها للأسف هذا ما كان منتظرا أن يقوم مصرف لبنان بتصفية هذا البنك بالاتفاق مع جمال ترستبانك بإعلان رسمي اليوم صحيح أتفاصيل معك أتفضل أهلا بكم وافق مصرف لبنان المركزي على الطلب المقدم من جمال ترستبانك لتصفيته بعدما بات خاضعا لعقوبات أمريكية إثر إدراجه في لائحة أوفاك للإرهاب جمال ترستبانك أوضح في بيان له أنه اتخذ قرارة تصفية ذاتية رغم سلامة وضعه المالي وامتثاله التام للقواعد والأصول وأكد التنصيق الكامل مع مصرف لبنان وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت جمال ترستبانك وثلاثة شركات تباعة له في لائحة الإرهاب بتهمة تقديم خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة لحزب الله نبه وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إلى أن النمو الاقتصادية في لبنان خفض إلى الصفر وقد انخفضوا إلى مستويات سلبية بسبب الضغوط التي يتعرض لها احتياطي العمولات الأجنبية لدى المصرف المركزي خليل وفي مؤتمر صحفي قال إن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب للغاية لكنه لم يصل إلى الانهيار المالي خلافا لما يشع وأكد أن سعر صرف الدولار ما زال على حاله وأن العمليات التي تتم في المصارف تلتزم بالتسعير الرسمية للدولار قال موقع ميديا بارت الفرنسي إن الهجوم على منشآة أرامكو أصاب قطاع الطاقة السعودي في مقتل وأكشف الموقع أن البنى التحتية النفطية للسعودية أكثر عرضة للهجمات وأن سوق النفط لم تشهد مثل هذا الانقطاع في العرض حتى في وقت غزو الكويت أو الثورة الإيرانية ونقل الموقع عن إيفان بيترلا المدير الاستثمار في بنك يو بي اس قوله إن هذه الهجمات عنصر سلبي جديد في الاقتصاد العالمي أعلن وزير الاقتصادي والمالية في إيران فرهاد ديش باساند أن النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بلغ أربعة في الألف بين أذار مارس وحزيران يونيو وفي تصريح على هامش مراسم تقديم الرئيس الجديد لمنظمة الخسخصة أوضح أو قال الوزير الإيراني إن إحصائيات البنك المركزي الإيراني تظهر أن قطاع الزراعة قد تصدر القطاعات الأكثر نموا وسجل نسبة تفوق ستة في المائة نهاية أخبار موجزة الاقتصاد شكرا لحسن متابعتكم شكرا لك عبد الله كريمة عبود مصورة فلسطينية من أصول لبنانية امتهنت التصوير في القرن التاسع عشر وأنجزت مئات الصور عن فلسطين وشعبها وأماكنها التراثية والتاريخية موثقة الحياة بتفاصيلها معرض لنتاجها في بيروت يلقى الضوء على فنانة ومناضلة بالصورة ضمن فعاليات مهرجان بيروت للصورة افتتح معرض استعادي للمصورة الفلسطينية كريمة عبود وهي أول مصورة فلسطينية ولدت أواخر القرن التاسع عشر افتتحت كريمة عبود أول استوديو للتصوير في مدينة بيت لحم وخصصته للنساء واشتغلت على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين في المدن ولسيما الأسواق واهتمت بنقل وجوه نساء بلدها وأزيائهن إضافة إلى الآثار والطبيعة ما اعتبره النقاد وثيقة اجتماعية تراثية للحياة الفلسطينية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين معرضها في بيروت يعيد الإضاءة على تجربتها الرائدة التي وثقت فلسطين ما قبل النكبة عام ثمانية وأربعين وشكلت صورها وثيقة بوجوه متعددة تضحض الدعاءات الاحتلال بملكية الأرض والتاريخ وكان المحتل الإسرائيلي قد استولى على العديد من صور المصورة الفلسطينية لتمصها كأدلة وإثباتات كما فعل مع العديد من الوثائق الأخرى ونحن بدورنا لم يتبقى لنا سوى التفكير بأبرز عنوين الظاهرة بومبيو يرى أن الهجوم على رمك السعودية عمل حربي وظريف يرد أي عمل عسكري ضد إيران سيفجر حربا شاملة أخطر عمل عدائي لأنه اعتمد الإسرائيلي تغيير قواعد الاشتباك وزير الدفاع اللبناني يؤكد أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت في مهمة عدائية في الضحية الجنوبية ويقول لن نتهاون مع أي عميل أذى اللبنانيين بمن فيهم المقاومون عشرة الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال تصديهم لقوات الاحتلال في رمالا والخليل بعد فقدانه الأمل بالفوز نتنياهو يدعو منافسه بني جانس إلى تأليف حكومة وحدة أو حكومة وحدة ولقاء في أسرع وقت ويلمح لقبوله التناوب معه القضاء التونسي يجدد رفضه الإفراج عن المرشح الفائز نبيل القروي والأخير يتهم النهضة باقتفاء نهج الشاهد والسعي لإبقائه خلف القطبان وكان في الظاهرة أيضا أكثر من مئتي قتيل وجريح في هجومين أحدهما استهدف مستشفى في جنوب أفغانستان وشرقها وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوتنات باللغتين العربية والإسبانية النشرة التونسية بعد قليل على رأس الساعة مع الزميل عبد الرحمن عز الدين من العاصمة التونسية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر